قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي أن بلاده ستطرح خطة النصر في اجتماع دوري لحلفائها في رامشتاين بألمانيا في الثاني عشر من أكتوبر وكتب في تدوينة على موقع تيليجرام سيتم طرح خطوات واضحة ومحددة لإنهاء الحرب على نحو عادل حزب تعبيره لم يتم الكشف عن تفاصيل الخطة لكن زلنسكي قدمها للرئيس الأمريكي جو بايدن وكذلك للمرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عندما زار واشنطن الشهر الماضي غير أن صحيفة وولستريت نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن الخطة هي طلب معادل الحصول على المزيد من الأسلحة ورفع القيود المفروضة على استخدام الصواريخ بعيدة المدى تفتقر إلى استراتيجية شاملة